الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير جدا بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وده طبعا ضمن استراتيجية واهتمام القيادة السياسية بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي دايما ومحاولة لأنه يبقى دايما فيه تطوير بشكل كبير ده نعكس كمان في نتائج العالمية مع كيو أس في تصنيف للاستدامة لعام 20 و24 أظهرت نتائج العالمية دي أو العالمي كيو أس تصنيف للاستدامة دي أنها أدرجة أربع جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية وده طبعا مهم جدا أن أنت تبقى موجود في منطقتك العربية أنت ضمن أفضل 20 جامعة إيه هي الجامعات اللي هي من أفضل 20 جامعة جامعة القاهرة جامعة المنصورة الجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس عدد من الجامعات الرئيسية اللي موجودة في مصر خلينا نعرف تفاصيل أكتر وتفاصيل عن هذا الاختيار ووجودهم ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية دكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي مساء الخير يا دكتور مساء نور تحيات الحضراتك أهلا يا دكتور يعني عايزين نعرف الخبر ده ومدى استفادت جامعاتنا المصرية بهذا الخبر هو حضرتك الخبر يرتبط بنتائج أعلان تصنيف كيو أس للإتدامة على مستوى العالم لعام 24 ده حضرتك بيصنف جامعات العالم وفقا لثلاث متغيرات رئيسية وده تصنيف حديث لأول مرة ظهر دوليا العام الماضي وده العام الثاني على الدوالي تصنف الجامعات وفقا لدورها في حماية البيئة وإجراء دراسات بيئية المتغير التاني الرئيسي والمشاركة المجتمعية داخل المجتمع وأن يكون الجامعة دور فاعل داخل المجتمع في كافة قضايا المجتمع إذا كنا بنتكلم عن المساهمة في محول أمية تكلم على المشاركة المجتمعية على قوافل الرعاية الطبية على المشاركة فيها المبادرات المجتمعية المختلفة إضافة إلى متغير الحوكم وفقا لهذه المتغيرات جميعا بتصنف الجامعة عندنا 18 جامعة مصرية ضمن الألف على مستوى العالم وفقا لهذا التصنيف خليني أربط حضرتك هذا التصنيف ونتائجه بمجموعة التصنيفات الخامسة الرئيسية في العالم تصنيف الصيف الصين الشغاي تصنيف الأسباني التصنيف الأمريكي والتصنيف الهولندي بالإضافة إلى التصنيفين البراطنيين الأشهر أيضا في العالم جميع التصنيفات عندنا حضرتك أولا بتشير إلى زيادة عدد الجامعات المصرية عام بعد عام في التصنيف الدولي من حيث حيث الجامعات النتيجة التانية المهمة جدا وجود تخصصات في بعض الجامعات المصرية وصلت إلى المرتبة ما قبل المئة على المستوى الدولي وده متغير الشديد الأهمية المتغير التالت اللي هو تقدمنا بشكل ملفت للنظر في النشر الدولي للأبحاث العلمية على مستوى العالم حاجة الرابعة المهمة جدا تقدم مصر أيضا في مؤشر الابتكار ومؤشر الابتكار معناه تحول البحث العلمي إلى منتج مبتكر وإلى دور بارز للبحث العلمي في مواقع التحديات التي تتواجه المجتمع كافة هذه المصارات الإيجابية إذا كان من حفاظ الجامعات والتخصات العلمية نحن بالنسبة لنا في الجامعات المصرية وكيف تستفيد الجامعات المصرية من هذا التطور المهمة أولا دع حضرتك هو نعم المصر بالنسبة للمنظومة وسمعة منظومة التعليم العالم ثانيا بيترجم إلى زيادة عدد الطلب الواصلين اللي بيدرسوا في الجامعات المصرية سواء في المرحلة البكريوس أو في المرحلة الليسان حاجة التالتة المهمة جدا الشراكة مع الجامعات الأجنبية تتشجع الجامعات الأجنبية أن تجري شراكات مع الجامعات المصرية وده حضرتك بيفسر العدد الكبير للجامعات الأجنبية اللي عقدت شراكات مع الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية نتكلم النهاردة أيضا عن تشجيع الجامعات الأجنبية المرموقة على إنشاء فروق لها في جمهورية مصر العربية عن تشجع الجامعات الأجنبية مصنفة دوليا على مستوى راخي جدا موجودة في العاصمة الإدارية ويكون فيه نوع من أنواع التوأمة موجود طول الوقت بالتأكيد الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة الجامعات الأحلية دخلت فيه شراكات مع جامعات أجنبية بمختلف أنواع الشراكات إذن هو تطور مهم جدا طب حضرتك لماذا حدث هذا التطور المهم جدا بالنسبة لمنظومة التعليم العالي والجامعات في مرحلة خليني حضرتك بس بلغة الأرقام أقول لحضرتك أننا من حوالي عشر سنين كان عدد الجامعات في مصر بنتكلم في 48 جامعة النهاردة هذا العدد تضاعف وبنتكلم عن 96 جامعة في مصر حاليا حضرتك تعرفي حجم الاستثمار البخ يعني قرابة النصف تقريبا بالضبط حاجة تانية حضرتك مش بس كده ده الأهم من ذلك لما تتكلم عن بنك المعرفة والإمكانات الهائلة لبنك المعرفة اللي وفارها للأساسة والباحثين في مصر عشان يقدروا يدخلوا على بنوك المعرفة والبحث الدولي والمولفات الدولية بمنتهى اليسر والسهولة اللي سهل لهم البحث العلمي الحاجة التالتة إنه تنفيذ التوجيهات السياسية الخاصة بالدولة في مسألة عقد شراكات والانفتاح على الجامعات الأجنبية وده حضرتك كله في النهاية أثر فيه إن احنا نوصل النهاردة لجامعاتنا يوم بعد يوم بتظهر في التصنيف هو ده وصلنا للنتيجة والخبر اللي حضرتك ذكرته طيب سؤالي الأخير دكتور عادل هل إحنا كمان نقدر نبدأ نعمل ما بيننا تصنيف محلي بمعنى إيه يعني أنت في بريطانيا وداخل بريطانيا الطلبة بيبقى فيه تصنيف داخل البلد نفسها مش بس مع العالم ولكن مثلا على نطاق الدولة كلها يعني يقول لك مثلا أفضل عشر جامعات في لندن أفضل مثلا عشرين جامعة في إنجلترا هل إحنا نقدر نبدأ نعمل ده نقول أفضل عشر جامعات أو أفضل مثلا خمس جامعات على مستوى مصر أفضل يعني نقدر نعمل هذا التصنيف في موضوع شديد الأهمية وده بالنسبة لنا توجه استراتيجي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحياة دفتور عامل عشر وزارة التعليم العالي مع فريق كافة الزملاء المعاملين في الوزارة والجامعات المصرية بنعمل على ذلك بكل جد وإن شاء الله قريبا حيبى فيه أخبار إيجابية في هذا الأطرار أكيد يعني أنا سعيدة من 48 جامعة إلى 96 جامعة كما ذكرت ده رقم بيبين قد إيه إحنا ماشيين على الطريق السليم دايما العلم هو الذي يميز الدول ويرفعها إلى الأمام الدكتور عادل عبدالغفار متحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أشكرك شكرا جزيلا